اطراب ثنائي القطب من قسمه الى قسمين من اسمه ثنائي القط القسم الاول تصير فيه نوبات من الهوس يسمونها تستمر اربعة ايام او اسبوع يتحسن المريض يصير حياة طبيعية بعد ان يبدأ بيدخل فيه نوبة من الاكتئاب تستمر اسبوعين او اكثر اعراض نوبات الهوس ان المريض يصير مو على طبيعته ما يحتاج ينام ويكمل يوم عادي نشاطه يصير فوق الطبيعي يبلش وايد اشياء يسويها وما يخلصها ثقة تصير عالية بنفسه يحس نفسه شيء مهم وعنده قدرات خاصة ممكن ومرات يوصل لدرجة انه يسمع اصوات الناس التانين ما يسمعونها او يشوف اشياء الناس التانين ما يشوفونها ممكن يصير عنده سلوكيات متهورة يصرف مبالغ نقدية طائلة يعني بشكل غير منطقي لاشياء ممكن ما يحتاجها يحس دايما بالملل يبي يسوي اشياء وايد ممكن يلجأ للشوب للممنوعات حتى ممكن ايضا يدخل بعلاقات يتهور ويخرب مثلا زواجه ممكن يسوي اشياء تسبب لاحراج بعدين او احراج لاهله او تدخل بقضايا ومشاكل قانونية ايضا من اعراضه سرعة الغضب خلال فترة الهوس بسرعة يتشتت انتباهه كلامه يصير سريع وما يتكلم عن موضوع واحد يتكلم عن عدة مواضيع مختلفة ما في بينها صلة كل هذه الاعراض اللي نسميها نوبات الهوس ممكن تستمر اربعة ايام الى اسبوع بعدين يبدأ يتحسن يرجع حياته طبيعي يداوم عادي بعدين يبدأ يدخل بشيء اسمه نوبات الاكتئاب شنو يعني نوبات الاكتئاب يعني يبدأ يحس دايما بحزن قمتة ضيق احباط يأس يبدأ يفقد الشعور بالاستمتاع الاشياء اللي كان يستمتع فيها بالسابق يبدأ يحس انه ما لها طعم ما قام يستمتع فيها يبدأ يميل للعزلة يبتش بسرعة بسبب او بدون سبب ممكن يبدأ افكاره سلبية تسير يعني مثلا افكار سلبية عن ذاته عنه فاشل عن انسان غير ناجح او افكار سلبية عن اهله مراضي عن اهله مراضي عن الدنيا مراضي عن العالم ممكن تيدي افكار عن تفضيل الموت على الحياة مشاكل بالتركيز كترة المسيان ارق وصعوبة بالنوم او نوم زيادة عن الطبيعي فقدان الشهية ونزول الوزن وما يأكل او يأكل بزيادة عن الطبيعي وممكن يحس دايما بخمول واجهاد وتعب كل هذه نوبة الاكتئاب اللي ممكن تسير في الطراب ثناء القطب ومعظم مرضى الطراب ثناء القطب اول شي يبدأ عندهم نوبات الاكتئاب فممكن بعض الدكاترا يشخصون هذا اكتئاب ويطلع بعدين انه يكون هذا الطراب ثناء القطب بدون ما يدري المريض حتى شلون نشخص مشكلة الطراب ثناء القطب هل هناك فحص دم اشعة راني المغناطيسي او سيتي او غيره الجواب الطراب ثناء القطب كبقية للطرابات النفسية لا يوجد فحص دم او اشعة معينة تساعدنا بالتشخيص نزول شون نشخص لازم نتأكد اول شي مثلا من مشاكل الغدة درقية لازم نتأكد ان المريض ما ياخذ الممنوعات الاشياء لتسبب ادمان لان بعض الاشياء لتسبب ادمان ممكن تسبب نوبات هوس او نوبات اكتئاب مثل اعراض الطراب ثناء القطب لما ناخذ اعراض المريض ونقعد مع المريض ونشوف هل عنده الاعراض هذه مع الطراب ثناء القطب لازم ايضا نقعد مع العائلة احيانا لان المريض ممكن ما يكون منتبه على نفسه نسأله اشياء مثلا عن النوم اشياء عن نفسيته ممكن ما يكون منتبه لها فناخذ المعلومات ايضا احيانا من الاهل يساعدونها بالتشخيص الاعراض هذه نشوف هل هي أعراض مطابقة للمعايير العالمية المتفق عليها بتشخيص الطراب ثنائي القطر فنحتاج بعض تحاليل الدم لمشاكل صحية ثانية نحتاج نقعد مع المريض ونسمع شن الأعراض اللي معاه ونحتاج أحيانا نقعد مع العائلة ونتأكد هل هي مطابقة لأعراض الطراب ثنائي القطر طيب بعد ما نتأكد من التشخيص بعد ما نتأكد من تحاليل الدم ونقعد مع العائلة عشان نتأكد من الأعراض اللي ممكن المريض ما يكون منتبه عليها شنو نقدر نسوي شنو هي العلاجات طبعا يعني في علامات تقول لنا أنه ممكن يكون هذا المريض اللي عنده اكتئاب مثلا يكون هذا طراب ثناء القط الوراثة مثلا إذا كان عنده بالعائلة في أحد فيه طراب ثناء القط إذا كان الاكتئاب أعراضه دايما النوم دايما خمول وتعب دايما فيه أكل زايد عن الطبيعي قد يقول لنا أنه ممكن تكون مشكلة طراب ثناء القط شنو نعالج المشكلة شنو النصايح اللي اقترحها حق المريض وأهله راح جاوبكم بعد الفاصل إن شاء الله ورجعنا لكم بعد الفاصل وراح نكمل حديثنا عن الطراب ثناء القط بعد ما تتأكد من التشخيص وتسوي فعوصات الدم عند الطبيب هنا يبدأ رحلة العلاج الأشياء اللي لازم تعرفونها أن بعض حالات الطراب ثناء القط بتكون شديدة فيها المريض ممكن يسبب خطورة على حوالينا وممكن يأذي حتى نفسه ممكن يدخل نفسه بمشاكل قانونية وقضايا فبعض الحالات تستدعي دخول المستشفى لازم يدخل المستشفى يعطونا أنواع خاصة من الأدوية لمن حالة النفسية تستقر وبعدين قرعا يعني راح يحتاج فترة قصيرة بالمستشفى لمن حالة تستقر يطلع من المستشفى يبدأ رحلة العلاج الدوائي لأن العلاج الأساسي للطراب ثناء القط وهو يكون بالعلاجات الدوائية الجلسات النفسية لها دور أيضا مهم لازم ما نستهين فيه مهم جدا في حالات يعني نوبات الاكتئاب أنه تحضر جلسات يعلمك فيها المعالج النفسي شون تتعامل مع أفكارك شون تتعامل مع حالات الاكتئاب وعراض الاكتئاب الكثيرة والأفكار السلبية والمشاعر وشعور الخمول وممكن الأفكار حتى عن الموت راح يعلمك المعالج النفسي شون تتعامل معها وأيضا الأهل أيضا لازم يكون لهم دور في رحلة العلاج لازم يحضرهم ممكن جلسات ممكن يكلمون الطبيب يستفسرون منه عن الأشياء الضارة والأشياء المفيدة في مثل هالحالة بس لازم يعرفه مريض طراب ثناء القط وأهل مريض طراب ثناء القط أول شغلة لازم اتقفون نفسكم عن الحالة اقرأ عن طراب ثناء القط ألاجها أعراضها شون تصرف معها الالتزام بالدواء أنصر أساسي وضروري جدا لاستقرار الحالة عادة الأدوية اللي يعطيها الطبيب هي أشياء نسميها مثبتات المزاج أدوية تساعد على استقرار المزاج راح تخفف من السعادة الهوسية الغير طبيعية وراح تخفف من أعراض الحزن والاكتئاب اللي هي جزء من مرض طراب ثناء القط الغذاء ما في شيء معين محدد لكن بعض الأدوية اللي تساعد على استقرار المزاج والنفسية يفضل نكمات زيد كمية الملح معاها مثل دواء الليثيون مثلا لازم تتبت كمية الملح لتاكلها القهوة ما نحبها وما ننصح فيها حق مريض طراب ثناء القط خصوصا في لحظات الهوس يصبح سعادة مطبيعية وكلام سريع ويصبح واحد أشياء وما ينام خصوصا ما ينام هذه نقطة مهمة فاستقرار النوم أيضا أنصر ضروري جدا لمريض الطراب ثناء القط ضروري جدا تهتم بالنوم أول علامة على أن المشكلة بدأت ترجع وأعراض الهوس هو أن الطراب بالنوم أن المريض ما ينام ويكمل عادي وطاقة عالية فلازم تنتبه على النوم والأهل لازم ينتبهون على علامات الهوس لما يصير الوضع غير طبيعي مو طبيعي تقع يتصرفي يسوي وعيد أشياء مثل ململ عصبي صاير ما ينام تنتبهون على هالشيء هذا لما يصير عنده نوبة هوس ضروري تكتعون عنه القهوة تحرصون أنه ملتزم بالعلاج حاولوا في فترات الهوس ما تجادون المريض ما تقنعون أن كلامه غلط أنه أنت ما تقدر تسوي كل هالأشياء بروحك لا تتجادلون معه حاولوا مثلا تسايسونه تحاولوا تتفهمون الوضع اللي قاعد يمر فيه حاولوا تكتعون عنه القهوة بهالفترة حاولوا أنه تأخذون منه التليفون لأنه ممكن نتيجة السلوكيات المتهورة المتسرعة يبدأ يرسل رسائل أو يشتري أشياء من التليفون أو يكتب أشياء مثلا بمسائل التواصل قد تسبب له إحراج أو تسبب لكم أنت وإحراج حرصوا أنه يأخذ علاجه بشكل مستمر أحيانا ما يضبط العلاج من أول مرة ممكن الطبيب يحتاج يغير العلاجات أو يضيف علاجات للعلاج الأساسي أحيانا ممكن يعطيكم علاجات للاستقرار المزاج أحيانا بعض الأحيان يستخدم علاجات رح تقرون أن هذا العلاج للفصام أو هذا العلاج مثلا مضاد للتشنجات أو مضاد للصرع فعلا توصيات طبية تقول لنا أن بعض مضادات الصرع بعض مضادات الفصام ممكن تساعد في استقرار الحالة النفسية الحالة المزاجية لمريض الطراب ثناء القطب كل هالأشياء ضرورية ولازم يعني تحرصون عليها اللي لازم تعرفونه إذا كنت مريض طراب ثناء القطب أو كنت أهل يعني كنت قريب لشخص عنده طراب ثناء القطب برور تعرف أن المشكلة عادة مزمنة صعب تتشافها بشكل تام بس العديد من مرضى الطراب ثناء القطب عايشين حياتهم ممكن يكونوا ناجحين بشغلهم وبدراستهم بعد التزامهم بالأدوية واستقرار حالتهم النفسية إذا كان عندك الطراب ثناء القطب أو تعرف شخص عنده طراب ثناء القطب اطمئن الحالة ممكن تحسن بشكل كبير وتعيش حياتك طبيعي إن شاء الله بإذن الله أعتني وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وموضوعنا عن الطراب ثناء القطب أتمنى تكونوا استفتتوا ونشوفكم بحلقة يديدة وموضوع يديد مع السلامة